خلينا النهاردة نبدأ أخبارنا من المغرب وأكيد يعني مبروك الأول للنادي الأهلي بفوزه على الرجاء المغربي الأهلي لعب مباراة كبيرة جدا أمام الرجاء المغربي مباراة النادي الانتهت بالتعادل لكن النادي الأهلي أنهى اللقاء في الزهاب في القاهرة بهدفين مقابل لجيء وفي اللقاء العودة قدر النادي الأهلي بخبرات بقلعبه واللعاب اللي بره التشكيل واللعاب اللي جواه التشكيل اللي جواه الملعب زي اللعيب اللي بره ملعب في النادي الأهلي الأهلي يخد من اللقاء اللي هو عايزه وكولر قدر يتعامل مع اللقاء بشكل مميز جدا وأثبت أنه هو مدرب كبير اللي أمامنا على الشاشة مروان عطية حمدي فتحي كهرباء لعيبة كلهم أثبته أنهما لعيبة عندهم خبرات بيجيدوا التعامل في المباريات الصعبة المباراة ما كانتش سهلة شفنا ضربة جزاء جاءت لرجاء في بداية اللقاء وضعت يعني أنا شايفها أن ضربة الجزاء دي تحديدا غيرت مجريات اللقاء لكن الأهلي نهى اللقاء تحديدا في القاهرة ساعة مفايز 2-0 إن شاء الله الأهلي هيواجه الترجي وإن شاء الله تكون مباراة سهلة للنادي الأهلي ويقدر يعبر مباراة الترجي خلينا بقى نتكلم عن واحد من أبرز اللعيب اللي ظهروا في القاء النادي الأهلي والرداء كان مروان عطية مروان عطية بيثبت أنه واحدة من أهم الصفقات اللي حصلت للنادي الأهلي واحدة من أهم الصفقات اللي حصلت في يناير واحدة من أهم الصفقات اللي حصلت في فترة الانتقالات في يناير في القلة الأفريقية كلها مروان عطية في كل لقاء للنادي الأهلي أفريقيا أو محليا بيثبت أنه هو لعيب كبير بيعمل أرقام ما حصلتش قبل كده من اللعيبة تانية خلينا كده نشوف أرقام مروان عطية مع النادي الأهلي تحديدا في مباراة الرجاء مروان عطية استخلص الكورة 18 مرة كان أكثر اللعيبة استخلاصا لكورة وعمل تدخلات نجحة أربعة من أصل ستة وصنع فرستين وكان عنده نسبة تمريرات صحيحة 88% الأرقام اللي بيعملها مروان عطية مع النادي الأهلي زي ما قلت لكم بتثبت أنه هو واحد من أهم اللعيبة أو من أهم الصفقات اللي النادي الأهلي أجراها في شهر يناير بنشوف دايما مروان عطية بقى بيتواجد في قائمة الجولة أو قائمة الأسبوع في القارة الأفريقية في المباراة اللي بيلعبها كلها مع النادي الأهلي قريا